في الحرية الآن استدعينا ونصطديف اليوم الأستاذ والمفكر الأمريكي من أصل إغريقي واسمه جورج كاتسيا فيكاس وهو متخصص في الحركات الاجتماعية وهو كذلك مناضي الحقوقي ناضل في صفوف الثورة الفلسطينية بلبنان وبالمنطقة الشرق أوسطية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ونحن نصطدفه اليوم ليتحدث لنا عن الحركات الاجتماعية وكيف أثر فيها مخيال 1968 إلى اليوم حيث ينطلق من ثورة باي 1968 بفرنسا ويصل بناخي في خلال ساعة من تدخل إلى حركات الربيع المغاربية إذن نصطديفه لنكرمه ولنكرم كذلك القضية الفلسطينية لأنه أحد مناضيليها الأولين بأمريكا الشمالية أنا هنا لأظهر صليداري مع الكثير من قرنة مراكسيين الذين لم يفعلوا شيئاً أكثر من أن تتكلموا لفرادة ويساعد لأحد من قرنة مجرد لأحد من قرنة الذين من قللون بالفرادة عليهم يجب أن نقوم بإمكاننا لنفسنا على الحقيقة للفرادة للعالم مثلاً نسر زفزاهي يقضى لدفع 20 سنة تفيق بواشرني يقضى لدفع 12 سنة حمد مادوهي ثلاث سنة علي أنزولا يقضى بالفرادة بالفرادة ماتي مانجيب يقضى لإمكاننا المساعدة هذه الناس لم يفعل شيئاً أكثر من أن تتكلموا والفرادة 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 هذه السنوات لا تنسى تابنى فلاشين وتأكتب الجرس لكي يصل لك جديد الفيديوهات من هزبراس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر